السلام عليكم. رمضان كريم و بركة. اليوم سوف نقدم معكم سيجار بحشوة جديدة جديدة و سهلة التحضير. سوف تكون معتمدة لكم في شهر رمضان مبارك. سمعوا لي تقرميشة. و شوفوا معي التعليق. إذا أردت المقادير والطريقة بالتفاصيل تابعوا الفيديو للأخير. نبدأ على بركة الله. بسم الله. على النار متوسطة نسخنوا واحد شوية الزيت تقريبا ثلاثة مالكبار الزيت. نزيد معهم بصلة كبيرة تكون محكوكة في الحكاكة غليظة. 250 جرام ديال الكفتة. نزيد معهم مالقة صغيرة ديال التوم غبرة. مالقة صغيرة تحميرة. نصف مالقة صغيرة البزار. مالقة صغيرة ديال الزعتر. شوية ديال الملح. و مالقة كبيرة ديال الربيع طري. قصبور مادنوس. نقلل الكفتة ديالنا هي والبصلة. واحد جوجشة ثلاثة ديالتقايق. نفرطتها. قد يتخليها الطياب طغية طغية و ما تاخد لنا بزر ديال الوقت. من بعد ما كطيب الكفتة. وهي والبصلة. ندوزو باش نزيدو. السر ديال التعليق. اللي هو. الجوب الكريمي. أنا كندير ثلاثة دماء القبار ديال الجوب الكريمي. بعد المرات ما هي ما كيكون متوفر. كندير في بلاصة جوب المثلاتات. ثلاثة ديال. ديال الجوب المثلاتات. قادم بالغرض. ثلاثة ديال الجوب الصنويشات. اخترتهم بهذا الشكل هذا. هذا المقادر هادو. لحسب كمية الكفتة عندي. ميتر وخمسين جرام. انتوما كتزيدو أو كتنقطو. على حسب كمية الكفتة. التي قدرت. سنكمل. مع الجوب. حتى يدوب. وكتعلق لي الحشوة. وكتولي بهذا الشكل هذا. شاهدوا ما شاء الله كيف تأتي ملكة. ويأتي فيها بحل مدق الطاكوس. تأتي جبل الوليدات بزاف. وتركبها. سنطفع الحشوة لي. وسنجعلها تبرد. بالنسبة للمقادر الأخرى. عندي هنا. جبن. محكوك. قدرت موصاريلا. تقدروا الإيضام. أو أي جبن. يتعلق. زبدة مدوبة. وصفار بيضة. بالنسبة للطريقة. بسيطة بزاف. كنت أخذر قدل وسطيلة. كنت أخذها. كنت أخذها. كنت أخذ الحشوة لي. كنت أخذها بودة. أنا كنت أخذها غير بيضة. وكنت أخذها. بعد شكل هذا. كنت أرجع عليها. الجوانب. ومباد. كن لوي السيجار ديالي. كنخلي واحد طرف اللي كنت أخذها بصفر ديال البيضة. كن لوي السيجار. وهو واجد. سوف نصيب معكم محتخرة. نفس الطريقة ديما. ندهنوا بشويتي زبدة مدوبة. ناخدوا. الحشوة كنديرو منها. بودة. اللي كنديرو. ماشي فراس تيلا. للورقة. باش ما تخرج لنا الحشوة. إذا قدرنا فراس. هادي تخرج لنا الحشوة. هنا بنتي. فكرتني في الفورماج محقوق. كنت نسيته معكم في السيجار الأول. من بعد كان طوي الجوانب. هات شكل هذا. وبطبيعة الحال. سفرد البيض التحت. وكلوي السيجار ديالي. وهو واجد. بغيتوهم كبار أو صغار. كتبقى عليكم حرية دي الاختيار. انك يجبون السيجار يكونوا. باينين فيهم ديك العمارة. ويجيوا كبارين بعد شكل هذا. هنا بنتي. قدر معكم محتخرة. بالطريقة ديالا. هي كدهنزب تغير في الجوانب. مشي في الورقة البسطيلة كاملة. ومن بعد كدر نفس الطريقة. كدر البودة. وكدروا عليه السيجار. بنيسبة الطياب. قبل ما تدخلوهم الفران. بطبيعة الحال. كدنوهم بشوية ديالس. بدانا نسيت. ما صغر شد المرحلة عادية. والفران يكون مسخنا. على حرارة متوسطة. 180-200 درجة. ما كياخدوش بزردي الوقت. 20 دقيقة. كيكونوا واجدين. وهذه السيجار ديالنا. بعد ما خرجوهم الفران. اتمنى الوصفة دياليوما تكون اجبعتكم. شكرا لمتابعة. وإلى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله. السلام عليكم. شكرا لكم.